انا اصل الحضارة الشمس المابدي الدارة تملى كل الدنيا بخير وبانوارة انا سوداني هاي انا سوداني هاي مشاهدين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وكل عام وانتم بخير وكل عام وكل سودان يتدثر في ثوب العز والفخار مشاهدين الكرام هذه دعوة منا لكم انتم ونحن لنقلب معا عبر هذه المانوراما صحائف انجازات السوداني خلال العام 2016 اهلا وسهلا بكم انا اصل كل الناس في كل بيت دخلنا وفي كل الدنوب من شرك لغريب عبرنا من شمال لجنوب حلم سوداني الهوية يقعو عزبين المحور تقرف افريقية نحن طويناها نوع في رعاية نوعية للأنشطة الشبابية والطلابية رعت شركة سوداني فعاليات الدورة المدرسية الخامسة والعشرون والتي يقيمت بمدينة الأبيض حاضرة ولاية الشمال كردفان وهنا تحية خاصة جدا للأخ الشعب الهمام في خطوة وصفت بالمهمة في اتجاه خلق تطبيقات سودانية خاصة على الانترنت أعلنت مجموعة سوداتل عن إطلاق متجر السودان لتطبيقات الأندرويد بحضور حجد كبير من القائمين على أمر قطاع الاتصالات بالبلاد سودان استور هو منصة سودانية خالصة تجمع كل التطبيقات السودانية في مكان واحد ضمن رعاية لفعاليات الدورة المدرسية الثقافية الخامسة والعشرون بمدينة الأبيض ودعم لمحور التعليم وفي إطار مسؤوليات المجتمعية افتتح رئيس الجمهورية مدرسة الأبيض الثانوية الصناعية بعد إعادة تأهيلها على يد مجموعة سوداتل للاتصالات ضمن الرعاية الراتبة لفعاليات معرض الخرطوم الدولي رعاة شركة سوداني فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين لمعرض الخرطوم الدولي بأرض المعارض ببري في إطار اهتماماتها بصحة البيئة وضمن أهداف مسؤولياتها المجتمعية شارك العاملون في مجموعة سوداتل في مشروع إصحاح البيئة بولاية الخرطوم وذلك ضمن برنامج حقك علينا يا وطن ضمن دعمها الشامل لمشروع التعليم التكنولوجي احتفلت شركة سوداني وبالتعاون مع ولاية الخرطوم بتدشين مشروع الفصول الإلكترونية بمدرسة الشيجيلاب الثانوية للبنات نحن اليوم نمضي على ذات الدر لنسهم في مشروع الحيوي الآخر يهدف إلى تطوير العملية التعليمية ويزعى إلى دخالها مرحلة جديدة من حوسبة من حوسبة منايجها سعيا وراء تقديم أرفع الخدمات لمشتركها في كل مكان افتتحت شركة سوداني مركز خدمات المشتركين بمول الواحة وسط الخرطوم بمشاركة قطاع واسع من عشاق الفروسية رأت شركة سوداني ختام مهرجان كأس السودان لسباق الفروسية بنادي الفروسية بالخرطوم وسط حضور كبير من رموز المجتمع والمهتمين بريادة الأعمال الشباب كان ختام مسابقة مشروع رقم 3 لريادة الأعمال الشباب والتي طرعها السوداني سنويا في طار احتفالات شركة سوداني بعيد الأم نظمت السوداني حفلا خاصا بهذه المناسبة بمطعم الحوش بيوم درمان بالتشريف النايب الأول لرئيس الجمهورية وعدد من القيادات والرموز المجتمعية احتفل بختام جائزة البرع للأدب النبوي والتي طرعها السوداني سنويا جاءت هذه الرعاية والتي أردنا لها أن تربط الواقع بمنهاج النبي صلى الله عليه وسلم السمح الغويم والحس على دراسة السير النبوية عبر وسائل الإبداع النافذة إلى وقدان الأمة وصلا لاهتماماتها بكل الأنشطة الداعمة لإبراز الإمكانيات السياحية والاقتصادية للسودان راعت سوداني فعاليات الدورة الخامسة لمعرض نيال التجاري بتشريف نائب رئيس الجمهورية نحن نشيد ونسمم بهذا الجهد الكبير الأخ الوالي وحكومة الولاية والشركات المشاركة كلها والشركات الراعية وعلى رأسها شركة سوداني سوداني مخليك سوداني أطارك بمشاركة واسعة من السادة المساهمين والإدارة التنفيذية لمجموعة سوداتيل سوداتيل تعلن أمام الدورة الثالثة والعشرون للجمعية العمومية عن أرباح مقدرة للمجموعة زادت الأرباح الصافية بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي وتواصل الشركة توزيع أرباح نقدية للعام الثاني على التوالي بمعدل بلغ حوالي 25% من صافي أرباح الشركة سوداني تفتتح مركز خدمات المشتركين الجديد بمنطقة الكلاكل بالخرطوم والذي زود بأفضل خدمات لراحة مشتركي سوداني سوداتيل توقع مع الهيئة القومية للاتصالات عقدا لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروعات النفاذ الشامل للمناطق غير ذات الجدوى الاقتصادية لشركات الاتصالات ضمن الخدمات التي توفروا الهيئة النقابية للعاملين بالسوداتيل احتفل العاملون بإجراء قرعة حج 1437 للعاملين بالسوداتيل ضمن رعايتها لمختلف الأنشطة خلال شهر رمضان معظم وتشجيعا للصناعة الوطنية سوداني ترعى فعاليات معرض صنعة في السودان بأرض المعارض ببره والذي افتتحه السيد رئيس الجمهورية امتدادا للبرامج الراتبة التي ظلت تقدمها السوداني لقطاع الطلاب خلال شهر رمضان الفضيل نظمت سوداني سلسلة من الافطارات الرمضانية للطلاب في عدد من المجمعات السكنية الطلابية في اطار انفتاح على كل المؤسسات العامة والخاصة نظمت شركة سوداني حفل افطار لكل شركاء نجح من المؤسسات في القطاعين العامي والخاص بفندو كورنثيا دعما لمسيرة الصحافة السودانية وانطلاقا من ادراك السوداني لاهمية الصحافة في بناء الامة راعت شركة سوداني وللعام الثاني على التوالي خيمة الصحفيين خلال شهر رمضان المعظم بفندق ريجنسي وسط اشادة وتقدير اهل الصحافة والاهلام بالتعاون مع منظمة الشباب النجدة السوداني تدشي مشروع افطار عابر الطريق خلال شهر رمضان المعظم في عدد من تقاطعات الشوارع بالعاصمة الخرطوم نحن الآن في افطار عابر طريق المشروع الكبير اللي بترعاه شركة سوداني بشراكة زكية مع مجموعة شباب النجدة ويمكن يكون احياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في التكافل في هذا الشهر العظيم المبارك تدعيما لأواصل العلاقة بين شركة سوداني ووكلائها ووكلاء سوداني ينظمون افطارا رمضانيا بمشاركة الادارة التنفيذية لمجموعة سوداتل وصلا لرعايتها الممتدة للافطار الرمضاني السنوي لاتحاد الصحفيين السودانيين سوداني ضرع افطار الصحفيين بصالة دينار الملكية بتشريف النايب الاول لرئيس الجمهورية وحشد كبير من اهل الصحافة والاعلام والذين ثمنوا مبادرات السوداني في دعم الصحافة والصحفيين هذه الشركة اينما التفتنا وجدناها بجانبنا وكل ما طلبناها وجدناها معنا فقد ظلت ظهيرا وقريبة من الصحافة والصحفيين في لفتة بارعة تؤكد على تقدير الطلاب لدور سوداتل في دعم وتحفيز المتفوقين اوائل الشهادة السودانية يزورون رئاسة مجموعة سوداتل ويقفون على تأريخ الاتصالات بالبلاد والذي كانت سوداتل اساسه الاولي في احتفال محضور سوداتل تكرم اوائل الشهادة السودانية والذين ثمنوا مبادرات سوداتل متصلة في الاهتمام بالنوابغ والمتفوقين ويجددون العهد بالمضي على ذات النهج رفعة للوطن ومستقبلي انا سلم صلاح خالده بشكر شركة سودان على الرعاية الرعاية وعلى تكريم الكرمتنا لو نحن طلاب داي اكد انها شركة رائعة رائعة وراعية للتفوق باذن الله في احتفال قشيب سوداني تسلم الفائزة بالجائزة الكبرى لمسابقة رمضان عرب الموديل 2016 وسط فرحة الجميع والفائزة تعبر عن تقديرها وفرحتها بهذه الجائزة من السوداني والتي تؤكد انفتاحه على مشتركيه في كل المناسبات بمشاركة الرئيس التنفيذي لمجموعة سوداتيل تدشين منظومة التعليم التكنولوجي بمدارس المواهب بالخرطوم بحري وذلك في اطار اهتماماتي ورعاية سودان متصلة للتعليم التكنولوجي سنشارك وسنستمر في دعمنا الاجتماعي وخاص التعليم وخاص التعليم الالكتروني التوقيع على عقد بين مجموعة سوداتيل وشركة ريتال تكنولوجي وذلك بهدف التوسع في تقديم خدمات الدفع عبر الموبايل عبر نوافذ الشركة في خطوة متقدمة وفي اطار مسؤولياتها المجتمعية سوداني تنظم حملة انير دربي بهدف توزيع 15 الف كتاب بدرسي على مدارس ولاية الخرطوم وسط فرحة كبيرة وفي اطار رعايتها لمشاركة السباح حنين سامي في اولمبيات البرازيل سوداني تستقبل السباح حنين سامي لدى عودتها الى ارض الوطن بشكر شركة سوداني على الدعمة دعمتني له وترجع شجعتني له شكرا جزيلا على كل حاجة عمله لي وعلى استقبال الجميع عمله لي وعلى كل شيء قدمه لي شكرا جزيلا وصلا ودعما لكل الانشطة التي تعلي من قيمة الوطن عالميا سوداني تستقبل بعثة منتخبنا الوطني للشباب بعد فوزها على منتخب الكونغو استكمالا لخدماتها المتعددة والمتنوعة التي تقدمها للحجاج سوداني تودع بعثة الحج وتقدم هدايا سوداني للحجاج بتشريف رئيس الجمهورية المشير عمر البشير سوداني تدشي مشروع الدفع عبر الموبايل بالتعاون مع بنك السودان المركزي سوداني تعقيد مؤتمرا صحفيا تعلن من خلاله إطلاق خدمة الدفع عبر الموبايل القروشي بالتعاون مع عدد من الجهات منها بنك فيصل الإسلامي ووكلاء سوداني وشركة ريتال تكنولوجي دعما وتشجيعا لكل المبادرات الشبابية التي ظلت طرعها السوداني دوما سوداني طرع مؤتمر تيدكس 2016 بفندق الجران هوليدي فيلا شركة سوداني طرع هذه الاحتفائية تيدكس هيوس وهو من أكبر الاحتفائيات الشبابية التي تضمن كمية من المواهب والإبداع الشبابي الذي سيكون له إضافة كبيرة جدا لهذا الوطن الحبيب سوداني راعي الثقافة الأول في السودان لقب جديد تحوز عليه السوداني خلال رعايتها لفعاليات الدورة الثانية عشر لمعرض الخرطوم الدولي للكتاب بأرض المعارض ببوري وسط تقدير كل الأوساط الثقافية والفكرية بالبلاد ليس غريبا عليها رعاية معرض الخرطوم الدولي للكتاب وليس غريبا عليها هذه الرعاية للمناشط الثقافية المختلفة فقد عرفنا حاضرة يعني في كل ما يهم الشأن الثقافي والوطني امتدادا لرعاية المنتظمة لكل الأنشطة المهتمة بصحة السيدة السودانية سوداني طرعا الاحتفالية باكتوبر الشهر العالمي للتوعية بصرطان الثدي بالتعاون مع مركز الخرطوم للعناية بالثدي ضمن رعاية السنوية لفعاليات جائزة البرع للأدب النبوي سوداني تشارك في المؤتمر الصحفي بمبر سونة الدوري والذي خصص لإعلان انطلاقة جائزة الشيخ البرع للأدب النبوي في نسختها الثالثة والتي طرعاها السوداني سنويا تتويجا لسلسلة من اللقاءات مجموعة سوداني الاتصالات والصندوق القومي لرعاية الطلاب يوقعان مذكرة التفاهم بغرض التعاون في مجالات تزويد المجمعات السكنية الطلابية بخدمات الاتصال والإنترنت والمشاركة في الاحتفالات بفضية تأسيس الصندوق تعزيزا للنسيج الوطني رعاة شركة سوداني الاحتفالية بمئوية السلطان علي دينار والعيد السنوي لإذاعة راديو دارفور بالمتحف القومي بالقرطم ببرج الاتصالات بالخرطم سوداني توقع مع الهيئة القومية الاتصالات على عقد المرحلة الثالثة من مشروع النفاذ الشامل والذي يغطي المناطق غير ذات الجدوى الاقتصادية لشركات الاتصالات دعما لكل الفعاليات والأنشطة الرياضية وبوصفها الراعي الرياضي التأول في السودان سوداني تشارك في حفل إعلان قرعة بطولة دوري السوداني الممتاز للشباب والتي ترعاها السوداني في نسختها الأولى نحن بإذن الله تعالى معكم بإذن الله تعالى نرعى هذا الحدث ونرعى هذه الفعالية منذ الطلاقتها في هذا اليوم الطيب المبارك ويمكن أن نسميه السبت الأخضر بمشاركة موثلين لأكثر من ستين مؤسسة عامة وخاصة أكاديمية سوداني تصالات تنظم مؤتمر التسويق رؤية مستقبلية بتقنيات عصرية بفندق السلام روتانا والبلاد تتنسم عبق الاستقلال المجيد سوداني يدشن احتفالات بالاستقلال ببرنامج تعزيز الهوية السودانية باحتفالية أقيمت برئاسة السوداتيل شارك فيها العاملون بالسوداني والإدارة التنفيذية لمجموعة سوداتيل شهر ديسمبر تقول له عبارة عن احتفاءات اللي هي بتعزيز العلاقة بين الهوية بتاعتنا جوال الشركة والهوية والشخصية السودانية اللي هي دي حاية يبعها وحدة وتعترضينا يكون اسم الشركة واسم الشخصية السوداني وسوداني ودي مسؤولية كلنا حين نحملها وان شاء الله اهل لها وتكاملت الاحتفالية بمشاركة الشريحة المعوقين في إطار الاحتفالية باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن جهودية المستمرة في تعزيز دور القطاع الاتصالات في التنمية المستدامة أكاديمية سودة الاتصالات تستضيف فعاليات المنتدى الإقليمي حول استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التحول للتنمية المستدامة والذكية والذي شرفه نعيب رئيس الجمهورية ومساعد رئيس الجمهورية وبمشاركة خبراء دوليين أمثلين لمختلف المؤسسات الوطنية سوداني طرع الاحتفال بإعلان الاستقلال من داخل البرلمان والذي يقيم بمقر المجلس الوطني بمشاركة رئيس وعضاء لهية التشريعية القومية أيها الإخوة الكرام يا أعضاء الهيئة التشريعية القومية أيها الإخوة الكرام يا أسرة السودتين الوطنية على مدى اسبوع كامل سوداني طرع فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان البركة للسياحة والثقافة والاستثمار والذي شرف افتتاحه رئيس الجمهورية بينما كان النائب الأول للرئيس ضيف شرف حفل الختام وقدم السوداني خلال الليلة الختامية مفاجأة سارة بإعلانه عن سحب خاص على عرب موديل 2017 وفعا لما تضمنته مذكرة التفاوم مع الصندوق القومي لرعاية الطلاب سوداني طرع احتفالية الصندوق بافتتاح مدينة حسن إبراهيم مالك الجامعية للبنات بتشريف رئيس الجمهورية في احتفالية أنيقة بفندق كورنثيا بالخرطوم مجموعة سودتل تحتفل بختام برنامج تعزيز الهوية السودانية وعياد الاستقلال المجيد والذي استمر شهرا كاملا واجتمل على برامج متعددة جرفنا أن نختتم فعاليات احتفالات المجموعة الوطنية لاتصالات سودتل بشهر الهوية السودانية الذي أطلقناه بداية الشهر الحالي تعظيما وإعلان لقيمنا وهويتنا السودانية الأصيلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والوعد بها أن تكون دائما في الرياضة في مجالي الاتصالات وخدمة المجتمع كل عام وأنتم بخير أنا أصل الحضارة الشمس المابت الدارة تم لكل الدنيا بخير وبأنوارة أنا سوداني هاي هاي أنا سوداني هاي أنا قوة وعزيمة أنا همة ولدت جفارة أنا نهي الأرض عظيمة وحكاية إصرارة أنا غنوة مكتوبة على الصوت